موسيقى الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفرنسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويؤكد ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا موسيقى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا واجوتيريش يجدد الدعوة لفتح ممرات إنسانية للمدنيين موسيقى مصرف بريطانيا المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي والجنيه الاسترليني يهبط مقابل الدولار موسيقى الثالثة صباحا الواحدة بالتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين والبداية مع الزميل أحمد أبو زيد صباح خير شكرا جزيلا أسعدتم أوقاتا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لنظيره الفرنسي منويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعادة وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي منويل ماكرون أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعظيم التنسيقي والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على التهنئة مؤكدا حرصه الشخصية على تعزيز التواصل البناء والإيجابية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين كما جرت توافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على المستويات كافة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية إضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نظمة وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد معاك في العيد تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تجهيز كعك وهدايا وورود لتوزيعها على نزلاء دور رعاية المسنين والمستشفيات وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك متابعة انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معاك في العيد وبرعاية السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم قد إيه فرقت مع الأطفال إنه هم دي حاجة تفرحهم وهم لأنه في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من السنة بييجوا وبصراحة أنا بحس أن الأطفال بيفرحوا كتير قوي بحيب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على مبادرة جميلة جداً اللي عملتها النهاردة ووزعه كحكي العيد والبسكوت على الأطفال وطمعاً شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاحهم وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات هذا شعور جميل جداً الحمد لله يعني كان له صدق كويس جداً لأطفال وعند زويهم والحمد لله كانت زيارة كويسة جداً ولها أثر معنوي حاجة جميلة وحاجة تجد السيدنا وتفرحنا وتدخل الفرح للأطفال أنا كنت مبسوط أن الزباق جمه صار معي كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدرعية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات تشكرين أوي لحضراتكم وتشكرين أوي لكم وتشكرين لاستضافتكم لنا هنا في الضرع عندنا وكمان النهاردة الحمد لله يعني سعيدة جداً أن وزارة الداخلية اخترت الفند واخترتنا تشجيعهم لنا وبتسمتهم وهداياهم صراحة الواحد يعني محمل بجمال كثير قوي هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه المرضى بالمستشفات من خلال مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 14 طن للمواد الغذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ثلاثة أطنان سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من سبعة أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة أربعة أطنان من الدقيق المدعم كما تم ضبط 244 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن بأن عملية ثالثة تجري حاليا لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية ومصنع آزوفستال المحاصر مجددا إدانته للعملية العسكرية روسية على أوكرانيا ومعتبرا أنها خرقا للقانون الدولي كما أكد جوتيريش على أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها المقدم إلى كييف ستواصل الأمم المتحدة تعزيز العمليات الإنسانية وأنقذ الأرواح والحد من المعاناة السيدة الرئيس أن اجتماعاتي مع القائدين ركزت على مسألة الأمن الغذائي العالمية وبالفعل أن تبعات هذه الحرب العالمية شعرت بها عندما سفرت إلى غرب أفريقيا في السنغال ونيجر ونيجيريا استمعت إلى شهادات مباشرة من القادة والمجتمع المدني حول الأزمة الأمن الغذائي التي سببتها هذه الحرب نحتاج إلى تدابير حاسمة لضمان تدفق مستقر للأغذية والطاقة في الأسواق المفتوحة من خلال معالجة ارتفاع أسعار الأغذية ولكن دعوني أكون واضحا أن الحل الفعلي لنعدام الأمن الغذائي عالميا يتطلب إعادة دمج الإنتاج الزراعي الأوكراني والإنتاج المخصبات الروسي والبلاروسي في الأسواق العالمية على الرغم من هذه الحرب سأبدو الغصارة جهدي لتيسير الحوار لتحقيق ذلك وقد اتهمت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي لنده توماس جرينفيل اتهمت روسيا باستهداف المدنيين في أوكرانيا وتدمير البنى التحتية فيها مضيفة أن روسيا تعمدت نشر معلومات مضللة عن عملياتها العسكرية الجارية في أوكرانيا الرسالة التي ما زلنا نسمعها كل يوم من موسكو هي أن روسيا لا تحترم الأمم المتحدة ولا تؤمن بها لا تؤمن بالميثاق ولن تكون طرفا مسؤولا في النظام الدولي على مدار الأسابيع العشرة الماضية عشرة أسابيع فحسب شهدنا روسيا تواصل شن حرب جاءت دون استفزاز من جارة أصغر حجما قامت روسيا باستهداف المدنيين والألاف من المباني والهياكل والمركبات المدنية والبنايات السكانية والمراكز التجارية والأسواق والمقاهي وصوامع الحبوب وغيرها من المرافق والمستشفيات وملاجئ الأطفال ومستشفيات النساء والتوليد والقائمة طويلة كذبت روسيا على هذا المجلس مرارا وتكرارا واستعانت بنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة وفي كل مرة تبعث هذه الأكاذيب على السخرية قبل ثلاثة أشهر قالت روسيا أمام المجلس أنها لا تنوي اجتياح أوكرانيا واليوم تقول روسيا أن الهجمات غير حقيقية أو لم تحدث على الإطلاق أكد المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو جوتاريش طلعا كثب على أثار العملية الروسية في أوكرانيا مشيرا إلى انتهاء المرحلة الثانية من عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول بإجلاء ثلاثة ألاف وأربعة واربعين مدنيا أنا شاكر للأمين العام على موقفه الواضح والثابت بشأن الحرب ضد أوكرانيا والتي تشكل انتهاكا للسلام الإقليمي لبلد ولمثاق الأمم المتحدة نقدر جهوده ومسعيه الحميدة من أجل الحد من التوتر ينبغي استغلال جميع الفرص لتحقيق السلام نيابة عن رئيس أوكرانيا أود أن أتوجه بالشكر إلى الأمين العام وفريق الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على التقدم الذي أحرز من خلال إنقاذ مدنيين في ماريوبول وهي المدينة التي يحصرها الجيش الروسي وقد شهد العالم أجمع دور الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد فقد اتضح دور المنظمات الدولية والذي يمكن أن يكون فعالا المرحلة الثانية من عملية الإجلاء في ماريوبول تم الانتهاء منها تم إنقاذ 344 شخصا من هذه المدينة وضواحيها بالإضافة إلى 150 شخصا تم إجلاؤهم من أزوفستال اتهم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فسيل نيبينزيا دولا لم يسمها بتحويل أوكرانيا إلى ساحة قتال ضد بلاده كما اتهم نيبينزيا الدول الغربية بشن ما اسمها حربا عالمية اقتصادية ضد روسيا ناس أو دول لطالما حلمت بتحويل أوكرانيا إلى جسر وساحة معركة ضد روسيا وهي بذلت قصار جهدها لتحقيق ذلك منذ أن حصلت أوكرانيا على استقلالها منذ 30 عاما سياسيا إديولوجيا واليوم تواصل القيامة بذلك من خلال ضمانها تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا ما حصل في أوكرانيا طوال هذه الأعوام لا يمكنني أن ألخصه في بياني اليوم ومن غير المرجع أنكم تريدون أن تسمعوها أو حتى أن تفهموها فأنتم لم ترغبون في فهمهم مسبقا لطالما كررنا هنا في هذه القاعة وتحدثنا عن كيف أن المعاني نخسرها في الترجمة أنتم تسمعون سلطات أوكرانية من خلال الترجمة وهي تقول لكم ما تريدون أن تسمعوه ونحن استمعنا إليهم ولا نزال نستمع إليهم باللغة الأصلية بدون أي ترجمة نحن نعرف أهدافهم وأكاذبهم وخداعهم بما في ذلك لشعبهم طوال هذه الأعوام من جانبه شدد مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي نيكولاس دي ريفيري على ضرورة مواصلة إجلاء المدنيين الأوكرانيين من مناطق الصراع بشكل طوعي مضيفا أن روسيا تواصل عملياتها العدائية ضد أوكرانيا في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي من الضروري مواصلة إجلاء المدنيين بشكل آمن وعلى أساس طوعي مع السماح للأشخاص باختيار وجهتهم ندين استئناف روسيا للأعمال العدائية ومصالة حصار المدينة رغم ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي كما ندين الهجمات العشوائية التي طالت كيف خلال زيارتك يا سيد الأمين العام كل ذلك يبين عدم اكتراث روسيا للأمم المتحدة وهي بالفعل ما زالت تدهس ميثاق الأمم المتحدة وتغض الطرف عن المبادئ المؤسسة للمنظمة عقد المستشار الألماني أولف شولت مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تناولت تطورات العملية العسكرية الروسية والدعم المقدم لأوكرانيا قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية أن الزعيمين اتفقا على أن أوكرانيا يتعين أن تستمر في تلقي الدعم الكبير لممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس كما طالب شولتس وبايدن روسيا بإنهاء العملية العسكرية العدائية في أوكرانيا على الفور وسحب القوات من الأراضي الأوكرانية واستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها حيث أكد أنهما لن يعترف بأي خطوات تتعارض مع سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية لأن الخطوة على هذا النحو لن تكون شرعية تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوليس جونسون بتقديم المزيد من الدعم العسكري والإنساني إلى أوكرانيا وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني بولاديمير زيلانسكي شدد جونسون على أن الدعم البريطاني لكييف ثابت ولن يتزعزع مضيفا أن لندن ستفعل كل ما في وصعها لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها وتخفيف العب عن الشعب الأوكراني البريد تمسك المستشار الألماني بموقفه الرافض حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف برغم الدعوة التي تلقاها من الرئيس الأوكراني بولاديمير زيلانسكي وشملت أيضا الرئيس فرانك فولتر شتاين ماير الذي رفضت السلطات الأوكرانية استقباله قبل نحو ثلاثة أسابيع ووجه زيلانسكي دعوته خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الألماني شتاين ماير أتاحت وبحسب الرئاسة الألمانية تبديدا لسوء الفهم الناجم عن إعلان كييف رفضها استقبال الرئيس الألماني منتصف شهر أبريل ووصف شولتس المحادثات بأنها كانت أمرا جيدا مشيرا إلى أن نتيجة المباحثات تتمثل في أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يمكنها التوجه إلى أوكرانيا قريبا كما أطلق الرئيس الأوكراني بولاديمير زيلانسكي منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد كما أوضح زيلانسكي في رسالة عبر الفيديو أنه يمكن بنقرة واحدة التبرع بأموال لحماية المدافعين عن أوكرانيا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء البلاد مضيفا أن كل تبرع مهم لتحقيق النصر وقد أعلنت بولندا جمعها ستة مليارات ونصف المليار دولار لدعم أوكرانيا خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته العاصمة البولندية وارسو من أجل أوكرانيا وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورفاتسكي في مؤتمر صحفي جمع ما يزيد على ستة مليارات يورو لأوكرانيا خلال المؤتمر وتتمثل أهداف المؤتمر في السماح للمجتمع الدولي بإعلان تعهدات جديدة تلبية للإحتياجات الإنسانية العاجلة للمجتمع الأوكراني وإنشاء منتدى لمناقشة أشكال الدعم الذي يمكن أن يقدم للمجتمع الأوكراني على المدى الطويل في هذا المؤتمر استطعنا أن نجمع أكثر من ستة مليار يورو وهذه الأموال سيتم توزيعها دعماً لأوكرانيا وأولئك الذين يدعمون أوكرانيا لأننا نعرف مدى الألم ومدى التكلفة التي يتحملها الشعب الأوكراني عندما تجلب روسيا الموت فإن دول العالم الحر عليها أن تجلب المساعدات وأعتقد أن هذا المؤتمر هنا في وارسو يظهر مقداراً كبيراً من التضامن في وسطنا وعزم على توفير الدعم لأوكرانيا توفير المستقبل لأوكرانيا لأننا نناقش ليس فقط هنا نوع الأمل وإنما أيضاً نناقش مستقبل أوكرانيا الحرة أوكرانيا التي يجب أن تمنح بأسرع ما يمكن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي نعرف أن هذا هام بالنسبة للشعب الأوكراني من أجل الحفاظ على روحهم القتالية ومعنوياتهم هذا مهم علينا أن نتصرف بمنظور عداء المسافات الطويلة قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا بوندرلاين أن الأهم في الفترة الحالية هو التركيز على عملية عادة أعمار أوكرانيا وأقلال مؤتمر الدول المانحة لأوكرانيا بالعاصمة البولندية وارسو أشارت بوندرلاين لأن توفير 200 مليون يورو إضافية كمساعدة إنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا هذا التعادد لا يصدق هو أفضل ما رأيناه لناحية التعادد ونختبره كل يوم وندعم هذه الجهود عبر تجنيد 3.5 مليار دولار لمساعدة اللاجئين وذلك ضمن الاتحاد الأوروبي وفي الأسبوع الماضي كان هناك أيضا تعهد ل1.8 مليار دولار للاجئين داخل أوكرانيا اليوم نضيف إلى هذه المبالغ فصلا جديدا مع هذا المؤتمر مؤتمر المانحين النتائج ممتازة وأريد أن أنوها بعملكم لذلك ونحن لابد أيضا من أن نركز على إعادة بناء أوكرانيا لأننا نعي تماما أن الحكمة الأوكرانية تحتاج كل شهر إلى 5 مليارات يورو لدفع الأجور وأجور التقاعد وتمويل الخدمات الأساسية وهنا مع الأصدقاء على المستوى الدولي نعمل على دعمكم ولكن الموضوع الأساس يبقى إعادة بناء أوكرانيا مئات مليارات اليورو وهنا بقيادة أوكرانيا سنقدم كل ما في وسعنا أن نقدم وسنعمل معكم بشكل وثيق ونحن نتمكن من أن نبدأ في أقرب بوقت ممكن مع الاستثمارات والإصلاحات لنعد الطريق لدخول أوكرانيا للاتحاد الأوروبية كما أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستقدم 300 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لكييف من أجل مواصلة جهودها ضد روسيا وفي كلمة له عبر الفيديو خلال المؤتمر الدولي للمانحين أوضح ماكرون أن فرنسا ستزيد من الدعم الإجمالي إلى ملياري دولار تلبية للإحتياجات التي عبر عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي اتهم الكريملين الدول الغربية بالحيلول دون نهاية سريعة للحملة العسكرية روسية في أوكرانيا عبر تزويدها كييف بالأسلحة وقال المتحدث باسم الكريملين لبيتري بيسكوب إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنيتو يسلمون معلومات استخداراتية للقوات الأوكرانية بشكل دائم بالإضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا وكل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية غير أن بيسكوب أشار أن تلك الخطوات غير قادرة على إعاقة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية دخل محيط مصنع زوفستال الصلب آخر معقل للجيش الأوكراني في مدينة مريوبل دخل هدنة أحدية الجانب أعلنتها القوات الروسية لمدة ثلاثة أيام وقالت روسيا أن قواتها فتحت ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من المصنع إما إلى الأراضي الروسية أو إلى تلك الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس الأوكراني بولاديمير زيلانيسكي أن القوات الروسية تواصل قصف مصنع زوفستال في مريوبل كما أشار زيلانيسكي لأن بلاده تبدل جهودا كبيرة لإنقاذ أرواح مقاتلي الجيش في مريوبل داعيا إلى هدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء ومشيرا إلى استعداد بلاده لتأمين وقف إطلاق نار في مريوبل وأضاف زيلانيسكي أن عمليات الإجلاء ستستغرق وقتا لإخراج الناس من الملاجئ موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سلاح الطيران الروسي 45 منشأة عسكرية اوكرانية من بينها موقع قيادة و41 منطقة تمركز للقوى والمعدات اضافة الى مستودع اسلحة صاروخية ومدفعية وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوب عن تمكن القوات الروسية من تدمير موقع قيادة لواء تابع للقوات الاوكرانية في منطقة ريسكوتوفكا وقصف مستودعي ذخيرة تابعين للمسلحين الاوكرانيين في منطقة سيفارسك فضلا عن 28 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية اكدت الرئاسة الاوكرانية ان كييف لا تزال مستعدة لمفاوضات السلام مع روسيا وانا فمتحدث باسم الرئاسة الاوكرانية صحة شائعات تغير موقف اوكرانيا تجاه المفاوضات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى كييف مشيرا الى ان الرئيس الاوكراني يكرر في كل مناسبة انه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجراء مفاوضات معه اكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو يان ستولتنبرغ ان الحلف قد يعزز من وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق لضمان امن السويد خلال فترة النظر في طلب محتمل للانضمام الى الحلف واشار ستولتنبرغ الى امكانية التوصل لحلول الاحتياجات الامنية للسويد خلال الفترة الانتقالية من الوقت الذي تتقدم فيه السويد لعضوية الحلف مشددا على التزام الناتو التزاما راسخا بالقدرة على ضمان امن السويد عبر تعزيز وجود قوات حلف شمال الاطلسي في السويد وبحر البلطيق نفى المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قيام الولايات المتحدة بتزويد السلطات في كييف بمعلومات استخباراتية حول مكان وجود القاعدة العسكرية الروسية في اوكرانيا وقال كيربي انه في الوقت ذاته توفر الولايات المتحدة معلومات استخباراتية في ساحة المعركة لمساعدة الاوكرانيين في الدفاع عن بلادهم لكنها لا تتشارك مع كييف في اتخاذ القرارات بشأن اختيار اهداف الضربات العسكرية الاوكرانية كما اشار المتحدث باسم البنتاجون الى انه لا توجد مؤشرات على نية بلا روسيا لتكون لعبا نشطا في العملية العسكرية الروسية الدائرة في اوكرانيا ترجمة نانسي قنقر رفع مصرف انجلترا المركزي سعر الفائدة الاساسي الى 1% في اعلى مستوى لها منذ 13 عاما وهي زيادة الرابعة على التوالي مع استمراره في التحرك لمحاولة احتواء موجة التضخم وتزامنا مع قرار المصرف المركزي هبط الجنيه الاسترليني 1.5% مقابل الدولار وقد بلغ التضخم في المملكة المتحدة 7% في شهر مارس الماضي في اعلى مستوى يسجله منذ عام 1992 واكثر من ثلاثة اضعاف الهدف الرئيسي الذي كان البنك قد اعلنه وركز مصرف انجلترا المركزي منذ ديسمبر من العام الماضي على معالجة توقعات التضخم المرتفعة كتثبيط مطالب الاجور المرتفعة لمواجهة وتيرة نمو الاسعار ولمعرفة المزيد بشأن دوافع قرار بنك انجلترا بشأن رفع سعر الفائدة وتدعياته نستعرض الزميل احمد بشتو مشاهدين اهلا بكم للمرة الرابعة على التوالي قرار بنك انجلترا المركزي رفع اسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الى واحد في المئة في محاولة منه لمواجهة موجة التضخم غير المسبوقة التي يشهدها هذا البلد ويتاجه معدله الان الى ما فوق العشرة في المئة على وقع القرار تراجع الجنيه الاسترليني امام الدولار بنسبة واحد ونصف في المئة ليزيد من خسائره التي مني بها خلال الاسابيع الاخيرة لا سيما مع زوف المستثمرين عنها لضحبط قيمته بما يتجاوز الاربعة في المئة في ابريل في اسوأ اداء شهري له منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قبل نحو سبع سنوات وسجلت المملكة المتحدة مستويات قياسية من التضخم لم تصل اليها منذ خمسينيات القرن الماضي وبلغ معدل التضخم السنوي في مارس الماضي سبعة في المئة في معدل هو الاعلى على الاطلاق خلال ثلاثين عاما وسط مخاوف من ان يصل التضخم الى عشرة في المئة وقد حذر صندوق النقد الدولي من ان موجة التضخم في بريطانيا قد تكون الاصعب مقارنة مع اي من الدول الصناعية الكبرى مدفوعة بتراعيات الازمة الاوكرانية خاصة على اسعار الطاقة والمواد الغذائية ومستلزمات انتاجها وفاقمت الازمة من ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية ومدخلات انتاجها لتضع الاسر في بريطانيا في ضغوط معيشية متزايدة ارتفاع هذه الاسعار اكبر الاسر في المملكة المتحدة على تقليل الانفاق وما ينذر بموجة من الركود والكساد ستكون نتيجتها تراجع معدلات الانتاج وبالتالي خسارة الشركات التي ستلقى الى تقليل الرواتب او حتى الى تسريح العاملين بها في دائرة مغلقة من التضخم والركود مشاهدين كان هذا عرضنا لقرار بنك جلتر المركزي رفع اسعار الفائدة الاساسية الى 1% في اعلى مستوى له منذ 13 عاما شكرا لكم على طيب المتابعة اشتركوا في القناة قرارات مصرف انجلتر المركزي تأتي في وقت تشهد فيه بريطانيا تسكيل مستويات قياسية من التضخم وصفت بانها الاكبر منذ فترة كبيرة مستويات قياسية من التضخم سجلتها المملكة المتحدة لم تصل اليها منذ خمسينيات القرن الماضي معدل التضخم السنوي بلغ في مارس الماضي 7% في معدل هو الاعلى على الاطلاق خلال 30 عاما وسط مخاوف من ان يصل التضخم الى 10% صندوق النقد حذر من ان موجة التضخم في بريطانيا قد تكون الاصعب مقارنة مع اي من الدول الصناعية الكبرى مدفوعة بتدعيات الازمة الاوكرانية خاصة على اسعار الطاقة والمواد الغذائية ومستلزمات انتاجها ورغم ان معدل النمو حافظ خلال الربع الاول من هذا العام على حدة المستهدف البالغ 1% الا ان هذا المصار لن يستمر خلال اشهر الصيف بحسب الخبراء الذين يرون ان النمو الاقتصادية في البلاد سيتراجع بنحو نصف نقطة مئوية بنهاية سبتمبر المقبلة مما يعزز المخاوف من الوقوع في موجة من الركود في وقت تواجه فيه الفيش شركة تقريبا اوضاعا مالية حرجة تلك العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين الى الهروب من الجنيه الاستيرليني الذي هبطت قيمته بما يتجاوز 4% في ابريل الماضي في اسوأ اداء شهري له مذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قبل نحو 7 سنوات عربيا افتتح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بحبيب غرفة العمليات الخاصة بادارة ومراقبة الانتخابة النيابية في الخارج والتي تنطلق مرحلتها الاولى اليوم الجمعة في عشر دول ان تعتمد هذا اليوم اجازة اسبوعية واطنعنا ميقاتي وابو حبيب على سير العمد داخل غرفة العمليات المجهزة لاستقبال اي شكاوى او استفسارات تتعلق بعمليات تصويت الامنانيين جددت الامم المتحدة دعوتها الى الحفاظ على الوضع الراهن للاماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة وحثت على عدم القيام بأي افعال استفزازية كان مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الاقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة تحت حماية جنود الاحتلال الاسرائيلي قد شهد المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان اقتحمات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته قلفت عشرات المصابين والمعتقلين اكد رئيس التونسي قيس سعيد ان بلاده تعيش في وضع دقيق بينما تعمل مؤسسات الدولة للتصدي لكل انواع الجريمة واضاف خلال زيارته لوزارة الداخلية التونسية ان ما يحصل الان هو محاولة يائسة لحرق البلاد مشددا على ملاحقة كل من دبر افتعال الحرائق والفت الى ان هذه الحرائق التي اندلعت ليست من قبيل الصدفة وانها تتناغم مع بعض التصريحات لبث اشعاعات المكدوبة واليوم تونس تعيش في وضع دقيق ولكن الحمد لله انطمن التونسيين وان هناك مؤسسات تعمل وانها ستبذل قصارة جهدها من اجل التصدي لكل انواع الجريمة للأسف ما يحصل اليوم وهذه الايام الاخيرة هو محاولة يائسة محاولة تفشل بالتأكيد لحرق البلاد الارض المحروقة وهذه الحرائق التي جدت اليوم وجدت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة حتى مركب بسفاقس في الماء اشتعلت فيه النيران الارض المحروقة وحتى البحر ماذا بهم يحرقوه هذا اللي وصلنا له ومش من قبيل الصدفة وتتناغم مع بعض أو تتسق مع بعض التصريحات هذا الخلاص الوطني تونس حم تتخلص منهم أنا خلاص وطني من هؤلاء وثم بث الإشاعات المكذوبة هاتك الأعراض والمفترض حتى المصالح المعنية بالأمر تعرف المصدر بتاعه هاتك الأعراض ومس الأعراض أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين كارين جون بير سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض لتحل محل جون ساكي حيث ستبدأ عملها في الثالث عشر من هذا الشهر وأثنى بايدن في بيان له على كارين بير قائلا إنها لا تمتلك الخبرة لهذه المهمة الصعبة فقط بل إنها ستواصل قيادة الطريق في التواصل بشأن عمل إدارة بايدن هارس وأضف بايدن أن المسؤولة الجديدة ستكون أيضا صوتا قويا يتحدث بالنيابة عنه وعن الإدارة الأمريكية وأصبحت كارين أول امرأة من ذوات البشرة السمراء تتولى هذا المنصب وكانت تعمل نائبة لجون ساكي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جون ساكي أن رئيس جون بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارته للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي وأضفت ساكي أن بايدن سيبحث أيضا سبل محاسبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال الزيارة التي ستشمل أيضا إجراء محابثات في توكيو مع زعماء مجموعة ربعية التي تضم أربع دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند محليا بدأت صومعة سيدس لتخزين القمح في بنسويف في استقبال محصول القمح بعد إجازة عيد الفطر المبارك من الفلاحين والموردين وتستقبل الصومعة التي افتتحها الرئيس السيسي عام 2017 نحو 25% من أقماح المحافظة وقد جهزت بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم الصومعة عندي 60 ألف طن كل خلية من 12 خلية كل خلية ساعة 5000 طن وعندي شونة في الصومعة حوال 10 ألف طن نأمل إن شاء الله رب العالمين نحن نقدر نستلم 70 ألف طن السنة فظل الانتاج الوفير من المحصول والحمد لله رب العالمين الفدان السنة بيعدي من 20 إلى 23 إلى 24 أردب للفدان ربنا جعله موسم خير علينا وعلى مصر إن شاء الله تتواصل الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر المبارك في عدد من محافظات الجمهورية وسط أجواء تسودها الفرحة والمحبة المزيد في تقرير التالي الاحتفالات بعيد الفطر المبارك تستمر في شتى محافظات مصر بتقوس وعدات تتسم بالفرحة والمحبة في أجواء تنتظرها الأسرة المصرية من عام لآخر ننزل نتمشي احنا والولاد على كورنيش ينيل هنا ممكن احنا نروح راسل بر برضو على آخر النهار كده نروح نفطر بر وبالليل بنروح نعيد على قرائبنا ونزورهم نطلع على راسل بر بنروح نقضي العيد على البحر وبعدين بنتمشى على الكورنيش بنروح لقرائبنا وبناخد العيدية بنصور بنصور بالبلالين بنقضي أهم حاجة البلالين طبعاً والعيدية وبنأكل في سيخ ورنجة طبعاً والكحف ومسكوت وبتفوروا الحاجة الحلوة دي احنا بنحتفل بالعيد كله بيخرج مع الأهل والأصدقاء وجو جميل رائع بسم الله ماشاء الله أيام الربيع بنحمد ربنا ونشكر ربنا على هذا اليوم الجميل اللي عشناه في هذا العيد احنا في شرم الشيخ أجمل مدينة في مصر بنقضي العيد على شواطئها الممتعة جداً حقيقة ويا ريت المصرين كلهم يجوا يشرفوا ينوروا ويستمتعوا زينا هنا احنا بنقضي العيد على شواطئ شرم الشيخ ونتمنى كل العالم وكل الناس تيجي تستمتع بجمال شرم الشيخ وشواطئ شرم الشيخ وجبال شرم الشيخ اليوم بيبقى يوم رياضي عائلات كلها بتتجمع مع بعض يوم ظريف يعني من أوله سواء أول يوم تاني يوم لكن احنا البورس عادية دايماً محبين للشاطئ محبين للبلد بنيجي هنا في العيد على الشاطئ بنستمتع طبعاً أنا والأسرة أولادي بأخذ وابني ومراته بنقض كلنا كده بيبقى عدوا ظريفة جداً جداً على الشاطئ عملنا مبادرة لطيفة أسماء مننا الهلنا بلغاتنا في مطروح مننا الهلنا باللغة العربية مننا الأهلنا فعشان كده قررنا أن احنا نوزع بلاليين ونوزع كحك العيد ونوزع بعض المسكات وبعض الرسمات والأوراق على أطفال وعلى الأهالي في مطروح مننا الأهلنا الاسم المبادرة بتاعتنا علشان أهل مطروح أهل كرم أهل خير بيحبوا الخير لبعض العادة التي تتميز بها معافزة البحيرة الأسماك المملحة والفسيخ وذنجا والحاجات دي كلها في كل إيد بيبدأ بفرحيته وكل إيد بيبقى فيه أسرة جديدة وطفل جديد وناس اتجوزت وناس مفتحت بيوت فبتبقى الأجواء العقلية أكتر في الأعياد كل سنة بتزيد عن السنة اللي بعدها الشواطئ العامة يتوافد عليها المئات من الزائرين سواء من أهالي المدينة أو رحلات اليوم الواحد الوافدة من المحافظات المجاورة لقضاء أجازة عيد الفطر على شواطئ المدينة تتزايد أعداد المؤاطنين على الحضائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء برفقة جميع أفراد الأسرة والأقرباء جيت النهار ده احتفل بالعيد فحضرت الحيوان عندنا وإن شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعلى أمه العربية كلها وجيت أخرج أولادي لأنهم طبعاً موضوع الأعياد ده بيبقى دايماً نحتاج أنهم يطلعوا ويخرجوا ويتفسحوا جيناً أنها اتطورت جيدة عن الأول أول 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 صراحة كل سنة بجيب فيها أسرتي وعيالي بلاقي فيها لمصلة عنها بتغييرات كتيرة المصريون لهم تقوص خاصة في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر فدائماً ما يقيمون العادات والتقاليد التي تميز مصر الكبير عن غيرها وسط أجواء من السعادة تسود جميع الأسر التي تحتفل بعيد الفطر المبارك بأجواء تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل احتفلت جامعة سنجور بالأسكندرية باليوم العالمي للتراث العالمي الإفريقي والذي يوافق الخامسة من مايو من كل عام ويسلط الاحتفال بهذا اليوم الضوء على إتكاء الوعي بالتحديات المتعلقة بالترويج للثقافة والحفاظ عليها والتراث الطبيعي والمادي وغير المادي لقاراتنا الإفريقية النهاردة الجماعة بتنظم فعاليات محاضرات وندوات ومائدات مستديرة بتتناول موضعها حول كيفية ديادة تمثيل التراث الثقافي والطبيع على قائمة التراث الثقافي لليونسكو وأيضا كيفية إدارة المناطق المهددة بالخطر في إفريقيا وأيضا إضافة إلى ذلك كيفية تنشيط وتفعيل دور الشباب والنساء للمساهمة في حفظ وصون التراث الثقافي والطبيعي على مستوى القارة وسنختتم الفعليات بأنثية ثقافية وذلك بحضور الكثير من المحاضرين والسفر من الدول الأفريقية المختلفة والآن وقف مع أخبار الرياض واصل الندي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها غدا السبت في ذهب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا وعقد المدرب بيتسو مسماني المدير الفنية محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة القارة الصمراء على موعد مع مواجهة قوية بين الأهل وضيفه وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا المارد الأحمر تأهل إلى قبل نهائي دور الأبطال على حساب الرجاء الرياضي المغربي بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق بينما بلغ نصور الهضاب نصف نهائي بعد تغلبه بهدف نظيف خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبيا على ملعبه في مباراة الذهاب نادي القرن سيؤازره نحو عشرين ألف متفرج سعيا لاستغلال عامل الأرض والجمهور وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء القاهرة قبل الصفر إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب يوم الرابع عشر من مايو الجاري في المقابل يدرك فريق وفاق السطيف صعوبة مهمته في القاهرة قبل لقاء الحسم في الجزائر الأهل يعلم قوة منافسه الجزائري لذا سيدخل اللقاء بكل قوة من أجل تعزيز رقمه القياسي البالغ عشرة ألقاب وأن يصبح أول نادي يتوج بلقب دور أبطال أفريقيا ثلاث مرات على التوالي في إنجلترا تسلم الدولي المصري محمد صلاح لعب ليفربول جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي وذلك في حفل استضافته العاصمة البريطانية لندن وحصد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد أن حصدها في عام 2018 وحصد صلاح 48% من الأصوات متفوقا على نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين وكذلك على نجم وستهام يونيتد ديكلس رايس لدين احتلاء المركزين الثاني والثالث في الاستفتاء يلتقي الإسماعيلي مع المصر اليوم الجمعة في دربي مدن القناة على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدور الممتاز ويدخل الإسماعيلي المباراة تحت قيادة فنية جديدة بعد تولي حمز الجمل منصب المدير الفني خلفا لمحمد إبراهيم الذي تمت إقالته مؤخرا لسوء النتائج ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيدي إحدى عشرة نقطة فيما يحتل المركز أو المصري المركز الحادي عشر برصيدي تسع عشرة نقطة يستضيف فريق سموحة نظيره بيرامدز اليوم الجمعة على استاذ الأسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدور المصري الممتاز يدخل سموحة المباراة بقيادة فنية جديدة بعد رحيل أحمد سامي المدير الفني السابق والذي تولى بدلا منه عبد الحميد بسيوني ليقود الفريق للمرة الأولى أمام فريق بيرامدز يحتل الفريق السكندري المركز الخامس في جدول المسابقة حتى الآن برصيدي سبعا وعشرين نقطة فيما يدخل بيرامدز المباراة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيوس المدير الفني وهو في المركز الثالث باثنتين وثلاثين نقطة تخطى أينتراكت فرانكفورت الألمانية عقبة وستهام يونيتد الإنجليزي بالبعد فوزه عليه بهدف دون رد في إياب الدوري نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي واتأهل فرانكفورت إلى المباراة النهائية بمجموع مبارتين الذهاب والإياب بالنتيجة ثلاثة واحد بعدما فاز ذهابا على منافسه الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد ووقع الكولومبي رافايل بوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والعشرين واخذ واستهام اللقاء بعشرة لعبين منذ الدقيقة التاسعة عشرة في المقابل ضرب جلاسكو رينجرز الإسكتلندي موعدا مع انتراكت فرانكفورت في نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على ضيف لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابلة هدف في إياب نصف النهائي هذه البطولة أهداف رينجرز جاءت في الدقائق التاسعة عشرة والرابعة والعشرين والحادية والثمانين عبر كل من جيمس تافرنير واجلان كاميرا وجون دونسترام بينما أحرز هدف لايبزيج الوحيد كريستوفر نكونغو في الدقيقة الحادية والسبعين كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لمصلحة الفريق الألماني بهدف مقابل لا شيء إلى أخبار التقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة تقس المائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مهارا ومائل للبرودة ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفي أخبار التقس نقود قد وصلنا إلى ختهم جولة الثالثة وهذا تذكير بأهم عنوينها الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفرنسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويؤكد ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا والأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين البنك المركزي البريطاني يرفع سعر الفائدة الأساسي والجنيه الاسترليني يهبط مقابل الدولار لمزيد من الأخبار دوما بإمكانكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الذي يظهر على شاشتنا شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة هذه تحيات لأي أباضة وتقبلوا تحياتي أحمد أبو زيد في أمان الله